ترجمة نانسي قنقر يروح لها لا يؤثر عليها بس يزعجها شوي بس يزعجها شوي ويضمرها بس ولا غيرها لا ما يضر مرة هذا يتجمع من العلاف ويتجمع من المراحة أليمه ونظيف ويتجمع من جراثيم هذا بقى نظيفة ما يجهد فقط بإذن الله طيب وجود القراد نعم بالإبل وإش تأثيره على الإبل والله تأثيره يجيب الهياب ويمص دم الناقة ويسل البل ويذبح الحران ويضمر البل يضمره مرة يمص دمه وينقل من دم لدم ينقل من الناقة هذه تحبانة هذه تحبانة المراحة كله يصير تحبانا من القراد القراد ما هو زين للبل مرض يأثر عليها يأثر عليها نعم يأثر وجود دائما في بعض البل تلاحظ في وجود ورم تحت يصير تحت رقبه نعم هذا مرض الهيام هذا مرض الهيام ونوب هذه مرض أملح تصير أملح تحت النحر شوي يروح ونوب الهيام أروف الهيام لأ علامات واجد العين تدمح تحمل عيونه والزور يارم وتضمر تضعف تصير ضعيف بس دائما ضعيف مازي دائما وليا عزك الله اجترت عليك ولا بجنبك صار عليها مرض طيب تلاحظ بعض البل السقوط وش السبب هذا وحده مثل ما قال عم يبو فارس وحده شيبة مهم سنها وحده مهم سنها وحده مرض الهيام ومرض الملطي هذا يطيح الشعر ووبر showers هذا السيبة وهذا مرض الهيام وهذا كلها المرض هذا يطيح ولك llev هذي كلها يطيح شعر وحده كل هذا المرض وحده وخيمه وحده الرابعة مرضية 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 معروفة بينه منين تأتي الملطية للأبل؟ والله تأتي أبو ثامر من العلاف من العجيد ومن الخبز ومن الطعام الطعام الرز والحاجات هذه المهزلة والخبز اللي ما أنا شف ما هو ليل هذا يأتي هذا يأتي من الملطية أمراض هذه أمراض وتعاد أبل والله تعادي واحدة تعدي الثالث ومسببها القرعد بعد طيب في بعض الأبل تحصل أن السنام صغير لماذا عن بعض الأبل؟ هذه أبو ثامر مسنعة هذه السنمة تطلع فوق وهذه بعضها يقولون لها الرجال العرّ عرّة ما تسمن لا ينبث له وبر ولا يطلع سنامه عرّة يصير ضعيف دائم هذه كلها من الكرام على الكرام الناقة أنه سنعته واهتميت بها طلعت أنك ناقتن زينة ونفعتك وزينة تسمن أما هذه كلها قل عالف وكرام عالف على حسب رأيهن حسب رأي على الحلق كثرة أسهال بالإبل كثرة أسهال بالإبل هذا مرض هذا يمكن أكلتن فلفل الشطة هذه على طول الذرّق ولا يأقف هذا أما أنه يأكلت يوم أنا شفتها بأكرب سوق البل أكلتن الفلفل هذا ما أبع مرر هذا البل تأكل مثلا أكلت شيء ما هو نظيف تذرّق على طول أما الفلفل ما يأقف يحسبونه مرض السلاق هو ما هو مرض السلاق أكلتن فلفل مع خبز ولا بلرض ولا فلفل الشطة هذه هذه هي كلها الأنقية خلاص تقوم تصب ما يأقف أبدا ألا بعلاج بلبن وزبادي وشو وتحبس سبوع أو سبوع ما تشرب معه وتعطى بواجه العدو وتبن على أيام هذه وتعطى زبادي ولبن وثوم ونينة الثياب وزيت سمسم يخلطنا الخمس لقردعنية أسبوع كامل وخلص بإذن الله يأقف هذا تأثيره كله الفلفل هذا ألا أكلته ألا أكلته ألا أكلته مع خبز ألا ألقته بشجر ألا تلقى الأبل طيب كثرت بول لأبل نعم وش السبب؟ هذا يستهل هذا يستهل الرأي هذه مسنعة مسنعة مستانسة ومبسوطة وشبعانة ومهتمم بها رأي هذه هذه المسنعة هذه مشألة طيب طيب يعني كثرة البول حق الأبل أطيب له نعم أطيب له هذا مسنعة رائية ومهتمم به وتعبس مستانسة أما اللي دائم تلقى ما تعبس وجيهها قشر هذه مسيبة أما هذه مسنعة مضبوطة في بعض لتلاحظ بعض الأبل دائما منزلة الراسة وش السبب؟ هذا والله يا أبو ثامر من علامات الهيام يعني دائما منزلة الراسة يا هيام يا طير يا بشمة ثلاث ألبل ما تنزل الراسة ألا اللي أجام مثلا برد أجاج ولا شيء تدنك تدنك تنزل الراسة تبرك وتنزل الراسة تذرع عن البرد بس ولا هذا مرض الطير ومرض الهيام كذا يسوي بناقة ولا مرض الراقبة مرض الراقبة لدائما تنزل الراقبة مبعضة لا هذا به طبيعي طيب برضو في بعض الأبل قليلة الحركة يعني تحصل الأبل تروح مسافات بعيدة وتحصلها تسرح بمكانه هذه هذه يمكن ناس يقولون له هذه ميومة ناس يقولون هذه مرضانة ناس يقولون هذه يمكن واجد لها طرق الأبل يمكن مهيومة يمكن ضعيف اللعبة يمكن متعودة على المراحة إلا صرت numaقة إلا صرت متعودة على المراحة او عند غنم او ربوت لا تنفع الناغة التي لا تمشي وتسرح من البل وتأتي مع أبل وتطلع عن النافة لم تنزل ليس ناغة مرة الناغة لا تطلع من النافة السنعة الزينة لا تنزل ليس نظرة هذه مهم سنعة طيب بعض الابل برضي حركة كثيرة نعم هذه منبسطة ومستالسة وما شاء الله تبارك الرحمن علي لا هذه مستالسة ومبسطة ومسنعة أهم شيء التسريع برحلة مسنعة الناقة هذه فسقانة ومبسطة بعض الابل الآن عادي الابل هذه ولف ولف بها وسطر سطر هذه مستالسة مبسوطة كيف مبسوطة ومثل تعضى الابل؟ لا لا منبسطة هذه معركة تفتن مع الابل منبسطة تلعب فسقانة يعني اللي تكون تعادل الابل تكون نعم هذه يقولون لها فسقانة ونوب يقيدونها ونوب يربطونها بغية وهي ما تستهل الرابط ونوب تصير حايل ما تلقح يبيه بس للمقهور ولا شيء ما تلقح هذه منذ ما قلت فسقانة وتلعب الابل تنبسط قلة الحليب بالناقة قلة الحليب بالناقة نوب العلف أهم شيء تركيز العلف البرسيم والمركب والشعير والتسنيع على يام هذه يام العشب هذه تسرح هذه الناقة اللي شبعت الدقة من الجرهم عروفة قال الحليب بالناقة شوي قليل حنا يجونا بالسوق يسألوا قلت الدعوة كلها على العلف أهم شيء العلف والتسنيع تسنيع الناقة والعلف أهم شيء والناقة بعضها نسير معمق معمق ما بهلبن فيه ناقة بهلبن وفيه ناقة ما بهلبن كده معمق قلب البعضها وبيّن دايدة ناقة بيّن من دايدة لما بهلبن لما بهلبن بيّن دايدة تلقى دايدة ما شرهش ونظيف وزيل وهي تلقى طيبة الناقة سر وبنك هل يحدث مثل ناقة ترضع من ناقة؟ والله فيه ابو ثامر فيه ناقة ترضع نفسها واجد صنع عندنا يرضعن تبرك وترضع نفسها الناقة نفسها ترضع نفسها نعم والله نسميها اللسوس هذه تلس البل الكبار يرضعن بعضها يرضعن خلّها رائية مثلاً من يوم يحوارها يما لقية يما انفرجت يما حقها ما أعزله خلّها مع أمه وضرب أمه وخلّها تشرب المغال المغال هذا يشحر الناقة يشحر الناقة وتصبح تلس من البل هذي نسميها اللسوس حنا هذي عيب وما تصرح وما تنقني وتخل البلبل هذي اللي ترضع نفسها؟ نعم نعم وتضعف وتخل البلبل بعدها فيها لا تأثير بلا مطار على الإبل؟ نعم البرسيم اللي جاء والمطر وصار أسود له تأثير يجيب لها الملطية ويجيب لها مرض يجيب السلاق ويدود بلطونة يجيب لها مرضى الهياب ما يصرح بوجه العدوة التبن زين أن يمطر وما يمطر ما يضر أما البرسيم والروتس والبلبانك والذرة لازم هذولن يغطن يحافظ عليهم أما التبن ما عليها البلتاكل وما يضرح لا تأثير ماذا السبب بعض النياغ ترفض ولدها؟ ترفض ولدها تصير نافرة أما يجي عند الولادة واحد يشفقان ولا شيء ويسحب الحوار وترقابه ريح ولا تنخرج ولا شيء ولا يحط عليه فارشة تنخرع الناقة ولا يدي داورة خلاص تنقطع ونو بعضهم سنين بكار أول سنة يولدين ينفرن أنا نفرن عندي سبع والحمد الله ركبناهم وبعناهم وبعناهم طيب ما تفضل الواحد المقدم على أنه يسوي لهم راح إبل ما يختار من الإبل؟ يختار من الإبل صفر ولا وضح ولا شعل ولا شقح هذول الأنواع الزينة اللي يبي أن نستانس وأن ألبل كلها كلها حبيبة بس أنا أشجع على الوان هذه يا صفراء يا شعلاء يا وضحة يا شقحة طيب حال مثل تفضل المراح يكون داخل مزرعاه ولا بلبر؟ لا والله بلبر يا أبو ثامر ألبل ما لقيت أصبط ولقيت السلة ولقيت الرمث ولقيت ومشت على كيفها ما عند أحد ألبل تستانس أما بالمجارع هذه والشبوك والله أبو ثامر ما تستانس طيب عسبان النخل نعم هل المثل تقدم عليها الإبل باتن؟ نعم تأكلها بس الأيام هذه هي يام الربيع لا يعني ما هي شبعانة تأكل أما أيام الربيع هذه لا هذه عسبان النخل تنفع الفيتامين والمرضة الهيام ومرضة السلاك كلها تعالجها الديدان كلها تعالجها رطب أو ليابس؟ كلهم واحد والتمر الأيام هذه بعد طيب أما الطحين والخبز الأيام هذه ما هو صيف اليابس أما هو نظيف ما يصرح هل يختلف غداء الإبل بشتاء عن الصيف؟ نعم يختلف بشتاء الإبل تبي نطح تبي قوة وتبي تعب وبالصيف أدنى ما كفه بشتاء الماء وأدنى ما كفه والعرف يصير لها الربيع الحمد لله يغسر بطون الإبل وتزين الإبل لاحظ بعض الإبل أن هناك سيلان من الأنف هذه من شرب الماء إنخاخ نسميه هذا إنخاخ هذا مرض إنخاخ إنحاج إنحاج وإن مرض إنخاخ هذا ما يقطعون الماء ويروح هنا حرارة ما تصير ويتروح يومين ثلاثة يتروح بس الأيام هذه المفروض ما يسكون همام كل ثلاثة أيام أربع أيام يغبونه ويجبونه يسكونه ويجبونه يسكون الظهر بس الصبح والليل لا يوجد ماء مرة ما يصرح الأيام هذه بشتاء كم تجلس الإبل؟ تجلس أبو ثامر الأيام الربع هذه الآن ثلاثة عشرين يوم ما شرب أمام والله أنني صبيت الأمام قبل ثلاثة أيام أين شرب أمام تأكل العشب أمام وأنا لم أعطي علف عشب بس تأكل العشب نجيب له عشب نحشله وترعى شبعان هلبل من العشب الحمد لله وبالصيف كم تجلس بالصيف والله أبو ثامر ما تقعد يوم هذه باع على الألف غير هذه بصيف باع على ألف ما تقعد يوم واحد تقوم تحاد وتضمر وتشيل تعطى شلب البالبالصيف أما بشتاء ما يهم التبن متى يضع التبن للإبل؟ الأيام هذه أيام البرد أيام البرد تعشى بس تعطى تبن بأيام البرد هذا أول ينفع الأيام البرد والأيام الجاية التبن لا يصع الله بشتاء الصيف ما ينفع؟ لا ينفع بس ما هو مثل نفع أشتاء أشتاء صح ويبركة ويدفية غلية تستالس وتبدل ما تضمر أم البرسيم ما يصرح الأيام هذه مع الربيع بس صيف البرسيم بس في بعض البرد تلاحظ أنه ما شاء الله أصحابه تموم فيها بوضع جلال عليها نعم وش فايتة جلال؟ هذا أبو ثامر يحميها من البرد وهذا أنا جربتها للجلة هذه أبعضها يخرب الوبر وتركبها الخملة والقراث ويجيها جرب لا يحس رأيها به يحسبها زينة ومهوزة يكتم الناقة لا يضربها الهواء والله يصلح نوب لا يصلح نوب لا يصلح الحبار يومي ومين ما يخالف أما اللي جل هنا هذه ولا ما شجعة لا البل أما ناقة تنتف ولا شيء يضعون على الهجيل صح طيب وش هالسبة اللي دائما الليبل تعض نفسها ولا تعض نفسها هذا قهر يا أبو ثامر هذا ضيب ضيب من الشبك وصيرين الزمول يعض يبيرحق قلبي ونوب يصير العبس عليهم على عراج زيبهن يضر يأكلهن مبسطة لكن ألعظ هذا ما هو مرض لا 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 هذا قهر هذا قهر من الزمول ما تسير بجنبه جمل ولا شيء يخاف وزعلاء يبيلبل ويربطونه يسكرون عليه ما يصرح التسكير للجمل ما يصرح على الجمل طقه بقياد ولا بهجار ولا فكه طلق خلوا يصرح مع علايفه ما يجيه إن شاء الله شيء أما اللي سكرت عليه ضمر وشان خرب طبعه ويعض الظلب لازم يدخلي معه 24 ساعة معه يصرح وش النوع الإبل اللي تحمل الصحراء تعتبر هي الأولى والله يا أبو ثامر أنا أقول بنظري المجهيم المجهيم تصبر الملحة تصبر والصفراء وشعلاء أنا شوف الوضح ما هنصبرات فالحيب الملحة والصفراء وشعلاء والحمراء الحمراء السحمة هذه السحلية هذه تصبر تصبر لو تعطيها هالكثر شعير زانت وتعطيها هالكثر عجب طلع به طلع بان به هي أما الوضحة صعبة والله يا ضعفة ما تسمن أنا جربت للوضحة جنيت الوضحة قبل خطوك 15 سنة ما يا ضعفة تشانت وتشين وتشين ولا تصلح وصعب تزين الوضحة الله أعطيك العافية الله أعطيك العافية حقي كلامك هذا جميل الله أعجب ويعتبر جانا أسئلة حنا ناس يسألون انهم يسويون امراح الله وش الطريقة وش الفايدة من امراح الابل فأنت حقي وفيت وكفيت الله أعجب معلومات قيمة للي يريد يقدم على انه يسوي له امراح ابل الله أعطيك العافية شكرا لك شكرا